قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا نعجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفينا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن ولله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدنا مليئة حرسا شديدا وشوبا وأننا كنا نقوذ منا مقاعدا السمع فمن يستمع الآن يجذ له شهابا وصدا وأننا لا ندري أشرون أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك وأننا طرائق قذبا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أربا وأننا لما سمعنا الهدى آمننا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا راقا وأننا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرر رشدا وأما القاسطون فكانوا لذا أنما حطبا وأنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أن ودقا لأسقيناهم ما أن ودقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك وذابا صوابا وأن المساجد ذا لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدروا كاد يكونون عليه لبدا قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أخذا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتخدا ولن أجد من دونه ملتخدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل وددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمذا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول عالم الغيب فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحاط كل شيء وذذا القرآن حياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر